حطت طائرة بابا الفاتيكان فرانسيس في مدينة الموصل التي تشكل مركزاً للمسيحيين في العراق وتعرضت كنائسها وأديرتها الضاربة في القدم إلى دمار كبير في حرب استعادة الموصل من تنظيم داعش أسوة بباقي معالم المدينة ومساكنها ومن وسط ركام الموصل وأبنيتها المهدمة دعا بابا الفاتيكان مسيحيينين وإلى العودة إلى ديارهم دعوة بدت مستغربة لا سيما وأنه شاهد بأم عينه حجم الدمار الذي تعانيه المدينة كما أن زيارته جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وهو ما يشيء أيضاً بغياب الاستقرار الأمني الرتوش التي وضعتها السلطات الحكومية في المدن التي شملتها زيارة البابا لم تستطع إخفاء حقيقة الوضع في الموصل فالمدينة المنكوبة ما زالت تعاني ويلات الحرب وأثارها الكارثية وما زالت الجثث المدفونة تحت حطام المباني تنتظر من ينتشلها وما زالت الأحياء تفتقر للخدمات الأساسية ومقومات الحياة وتؤكد العديد من المصادر والمنظمات الحقوقية أن أحزاباً وميليشيات مقربة من إيران تنفذ عمليات تغيير ديمغرافي وعلى نحو كبير في الموصل التي تعرض مسيحيها لعمليات سلب لأملاكهم وتهجير ممنهج جرى على يد من التقاهم البابا من زعمات الميليشيات وكانوا يحيطون به خلال زيارته 34 مقر لأحزاب وميليشيات افتتحت مؤخراً في الموصل وضواحيها لتنفذ المزيد من عمليات التغيير الديمغرافي كالضغط على السكان من السنة والمسيحيين لبيع عقاراتهم وسجلت العديد من حالات الضغط التي أجبرت فيها العائلات على ترك مناطقها خوفاً من تعرضها للاستهداف لتسكن في مخيمات لم تشملها زيارة البابا التي من المفترض أنها تأتي في سياق إنساني ولم يلتفت أحد لمعاناتهم ويؤكد نشطاء في الموصل أن المشكلة تكمن في سياسة الكيل بمكيالين فمن يتحدث عن تلك الجرائم يتهم بأنه طائفي في حين يغض الطرف عن الفاعلين فإن كان البابا لا يدري بذلك فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم